اشتركوا في القناة ومع تشغيل مولدين من أصل أربعة في محطة التوليد هي نصف احتياجات محافظات غزة إن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تطالب جميع الجهات المسؤولة وبخاصة الجهات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد الوقود القطري الذي هو منحة مجانية للشعب الفلسطيني توريده بكميات كافية يوميا بما يخفف أزمة الكهرباء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وتزامنه مع هذه الأحوال الجوية الحرة كما ونطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع الربط الإقليمي المتفق عليه سابقاً مع الحكومة المصرية وكذلك مشروع تطوير محطة الشيخ زويد كما ونطالب سلطة رام الله بتسديد استقطاعات رواتب الموظفين المستحقة عليها منذ حوالي عام ونصف لصالح شراء كميات إضافية من الوقود مع التزامنا في سلطة الطاقة هنا في غزة ببذل كافة الجهود لتخفيف الأزمة والتشغيل الإضافي في محطة التوليد حال توفر الوقود اللازم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر